في جولتين حقق فيهما العراق نجاحا على صعيد إيصال رسالة بغداد الاستراتيجية مع واشنطن عبرت خطوط الجولتين الماضيتين في رحلة مكوكية ركز من خلالها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على نقاط السخنة في الساحة الحراقية حيث جاءت الجولة الأولى في وقت أعلن فيه الكاظمي أنه الشهيد الحي وهذا ما دعا واشنطن إلى أن تقود حوارا هي الأخرى من شأنه الحفاظ على ديمومة محاربة داعش والعصابات الخارج عن القالون في الجولة الثانية تركزت نقاط الربط والحل بإيجاد حلول ترغبها واشنطن تصب في الإبقاء على الحضور العسكري في العراق وسعي بغداد لحلول سريعة تنتهي الأزمة الاقتصادية الحالية لم تتغير ولا تتغير سياسة أمريكا بتغيير رئيسها في محور الأمن القومي والحفاظ على معادلة محاربة الإرهاب لكن حكومة بغداد تواجه تحديات كبيرة منها الأمنية والاقتصادية ووباء كورونا وتسعى حكومة الكاظمي إلى تطبيق برنامج إصلاحي وزي الحديث عن استراتيجية دعم العراق الدولي وتحقيق الحالة الإنتاجية فيه وهنا الطريق إلى النقطة المهمة تتمثل في تحويل الحوارات إلى قرارات وتطبيق على الأرض بعد أن جاء الحديث عن جولة ثالثة تركز على الأمن والاقتصاد والتعليم والكهرباء والزراعة إلى جانب جدولة الإنسحاب الأمريكي من العراق وتركيز على وضع حكومة الكاظمي في احتبارات واشنطن التي تدعم جهوده في محاربة الفساد المالي والترهل الإداري بما يقتضي سياسة جديدة متواقعة تتمثل بدعم واشنطن إلى إنقاذ حياة المواطن العراقي اليومية من الفساد المستشري في البلاد منذ زمن